وبذات المناسبة بعث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي برقية تهنئة لقداسة البابا تودرس الثاني حيث أعرب مدبولي عن تقديم خالص التهن القلبية لقداسة البابا ولجميع المواطنين الأقباط مقرونة بأطيب التمنيات بأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على قداسته بموفور الصحة والسداد وعلى مصرنا الحبيبة بالمزيد من التقدم والرقي والازدهار وأن تزداد أواصر المحبة والسلام بين أبناء الوطن جميعا